صباح الخير عبد الله وصباح الخير سارة وصباح الخير أيضا لمشاهدين الكرام كما نقول دائما بالتأكيد تحية طيبة لكم جميعا بالتأكيد نبتة الجاكرندا هي أحد أشهر النبتات والأشجار في منطقة عسير خلال المواسم الماضية احتضن بالتحديد يعني شارع الفن في مدينة أبهى نبتة الجاكرندا واللي لاقت الإقبال الكبير سواء على مستوى التواجد في هذه المنطقة أو حتى على مستوى التفاعل على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى مدينة أبهى وأيضا على مستوى المحلي وأيضا حتى على مستوى الشرق الأوسط كافة نبتة الجاكرندا أخذت الصداء الكبير خلال الفترة الماضية في حين انقطاع هذه النبتة فقد شارع الفن أحد أهم الروانق المميزة داخل هذه المنطقة واللي كانت تضيف وتجعل من شارع الفن ألوان مميزة ومختلفة الآن وفي هذه اللحظة نبتة الجاكرندا يعني خلال الأسابيع الماضية بدأت بالعودة والآن هي تستمر بالعودة الآل زميلي محمد يظهر لكم هذه النبتة خلفي وهي تستعد للعودة إلى شارع الفن يعني خلال الأسابيع القادمة بإذن الله سيعاود شارع الفن احتضانا للون البنفسجي في كافة أرجاء بالإضافة أيضا إلى مدينة أبهى يعني أكثر من 15 ألف نبتة من نبتة الجاكرندا هي موزعة على كافة أرجاء منطقة عسير وبالتركيز يعني على مدينة أبهى هذا الشارع خلال الأسابيع القادمة بإذن الله سيحتضن عودة اللون البنفسجي في كافة أرجاء وسيحتضن أيضا عودة الزوار والأهالي داخل هذه المنطقة أجواء مميزة وأجواء رائعة داخل هذه المنطقة وأيضا سنستمر في نقل وتقطية هذه النبتة خلال الأسابيع القادمة لنقل يعني اللون البنفسجي الذي سيكزه هذه المنطقة اسمح لنا حنقاطعك لأنه عندنا الآن انتقال سريع وراح ننتقل لنقل الإجاز الإعلامي لمجموعة الشباب اليو تونتي على أهامش اجتماعات مجموعة دول مجموعة العشرين